بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسين العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه وآثاره وكل شيء نقصيناه في إمام مبين وصرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلى المثين فكذبوهما فعسسنا بثالث فقالوا إنا إليكم فقالوا إنا إليكم مرسمون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تأذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون أأتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بصرق لا تقن عني شفاعتهم لا تقن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستمسئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحلينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الوريون ليأكلوا من ثمري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم النهار فإذا هم مطلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجو للقرين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيعة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توسيتهم ولا إلى أهم يرجعون وانفقوا في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تبلم نفسهم شيئا ولا تلسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكنون هم وأسواجهم في ظلال على الورائك متكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا ألا تعبدوا الشيطان إنه لهم عدو مبين وأعبدوا لي هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تقولوا تعقلون هذه الجنة التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتقروا من دون الله آلهة لعلم ينصرون لا يستطيعون نصر الله لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرفون وما نونمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين أصرب لنا مثلا ونسل خلقا قال من يحيي العظام وين يرين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عريم الذي جعلكم من الشدر الأخضى نارا فإذا أنتم منه تلقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله فلا وهو الخلاق العليم إنما ما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيقول فسبحانا الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلا وهو الخلاق العليم ترجمة نانسي قنقر